طبعا في نبوات عديدة في العهد القديم وفي رموز كثيرة في العهد القديم والمسيح نفسه تنبأ في العهد الجديد وأيضا اتكلم برموز كثيرة في العهد الجديد منها كما رفع موسى الحية في البرية هكذا ينبغي أن يرفع ابن الإنسان أو عندما قال يحن المعمدان هو ذا حمل الله الذي يرفع خطية العالم أو عندما قال يسوع أنا هو الراعي الصالح والراعي الصالح يبذل نفسه عن الخراف بيتكلم عن الذبيحة أيضا أو عندما قال الحق الحق أقول لكم إن لم تقع حبة الحنطة في الأرض وتمت تبقى وحدها ولكن إن ماتت تأتي بثمر كثير وهكذا رموز كثيرة ونبوات كثيرة وأقوال كثيرة وقالها يسوع بنفسه عن نفس الغرض جاء يسوع ليتمم الغرض والمشيئة الإلهية أن يقوم بعمل الخلاص الكامل كابن الإنسان الكامل بدون خطية لكي يكون الأضحية حمل الله الذي لم يأتي ليخدم بل ليخدم وليبذل نفسه فدية عن كثيرين طبعا اليوم ولسيما أحبائنا المسلمين يرفضون فكرة الصلب رفضا قاطعا وأنا أوافق معاك على رفضك لأن حقيقة هذا يتطلب إعلان وعمل روح الله القدوس في داخلك إذا لم يعمل روح الله في داخلك طبعا لا تستسيغه مش رح تفهم أو تدرك الغرض الإلهي من موت يسوع المسيح على الصليب ولكن من ناحية تانية اللي اختبروا الخلاص وأقصد ملايين المسلمين وملايين لأن الكنيسة ما زالت أسرع نمو في العالم هو نمو الكنيسة أنا أتكلم عن الكراز والتبشير ولا أتكلم عن التناسل الطبيعي الكرازة وهذه الكرازة هي نكرز بالمسيح مصلوبا كما قرأت على حضراتكم فلا أعتب على المسلم لأن هذا الموضوع أصلا ما كانش مفهوم من العديد من التلاميذ في أيام المسيح ولكن من ناحية أخرى أعتب على ناس اللي مش عاوزة تبحث على الناس اللي بتحكم بدون أي فحص اللي مجرد بتردد آية أو عبارة وتكرر 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 بدون أن يتعب نفسه ليفحص ما هو السبب ولكن الملايين من المسلمين الذين آمنوا هم أكبر مدافعون عن فكرة صلب يسوع المسيح وهنا أحبائي لا يسعني أن أقول يعني لكل أحبائي اللي بيسمعوني ولسيما أحبائي المسلمين وأقولها بكل محبة طبعا وبكل احترام من تصدق؟ هل تصدق آية واحدة تقول وما صلبوه أو وما قتلوه وما صلبوه؟ آية واحدة حتى التفسير بتاعها مختلف عليه بعدة أراء ولكن هذا ليس موضوعي في هذه الحلقة وهذه الآية أتت بعد أو كتبت بعد أكثر من ستمائة سن البعض يعتقد بالسابع أو القرن التامن ميلادي أي بعد سبع أو تمن قرون من الزمن بدون أي شاهد بدون أي شهود فالسؤال من تصدق؟ آية بدون أي شهود بعد الحدث بأكثر من ستمائة سبعمائة سنة أم تصدق الشهود وآلاف الشهود والأدلة وكل أنواع الأدلة سواء في العهد القديم أو في العهد الجديد فمن تصدق؟ وهنا أدعوك للفحص لأن هذا الأمر مصيري يتعلق بحياتك الأبدية لأن الكتاب المقدس يقول بكل وضوح لأنه هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية لأن الله لم يرسل ابنه إلى العالم ليهلك أنفس أو ليهلك العالم بل ليخلص العالم فإذن ليخلص العالم بيسوع المسيح وهذا الخلاص هو عبارة عن طريق اللي أعده الله مبادرة إلهية لأنه لا الشريعة ولا النموس ولا البر الذاتي ولا الذبائح ولا أنك تحاول ترضى الله بأعمالك وتقواك زبطت لأنه أكثر الشعب كان بيتطقي هو الشعب العهد القديم أتريد أن تقنعني اليوم أنه في حد بيتطقي أكثر من الشعب القديم ومع كل هذا يقول الكتاب المقدس إذ الجميع أخطأوا وأعوزهم مجد الله ليس من يعمل صلاحا ليس ولا واحد ويقول الكتاب المقدس لأن أجرت الخطية هي موت وأما هبت الله فهي حياة أبدية بالمسيح يسوع ربنا فإذن يعني مع المسلم أريد أن أقول أنه حتى كتير من تلميذ المسيح لم يوافقوا ولم يستسيغوا فكرة الصلب ولكن مثل البرجع بكرر أعتب على شخص بكرر آية بدون ما أنه يفحص للتفسير ولا الكتاب المقدس ولا يعرف عن الموضوع ولا حتى يسأل ليه بتآمنه في هذا الموضوع بل يقاوم عن جهالة وعن عدم فهم وعلى فكرة يعني إذا هذا الأمر بشجعك أنه حتى من تلميذ المسيح لم يفهموا فكرة الصليب وعلى فكرة إذا هذا الشيء بريحك حتى من تلميذ المسيح قاوموا فكرة صلباء المسيح موسيقى